بداية وفي إطار مكافحة الإرهاب وإطراء عملية بحث وتمشيط بجبل تمولغا ببئر الصفصاف بالقطاع العسكري الشلف بالنحية العسكرية الأولى تمكنت مساء أمس مفرزة من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابيين ويتعلق الأمر بالإرهابي قشقوش عبدالقادر المدعو أبو جعفر والإرهابي خلو في عبدالقادر واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف وثلاثة مخازن دخيرة من دار ميدان وأغراض أخرى تأتي هذه العملية لتؤكد يقضى تواعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب بقايا المجرمين حتى القضاء النهائي عليهم